بعد نجاح مشروعهم الأول باسم Gone Home وتحقيقه لمبيعات وتقييمات عالي قرر فريق فول برايت العمل على مشروع جديد لكن هالمرة بشكل حصري و Exclusive على منصة الإكس بوكس وون أهلا بكم بمراجعة لعبة Take On نايس شكرا مني لعبة Take On هي لعبة مغامرة روائية تلعب فيها بشخصية ايمي وبتكون على محطة فضائية مهجورة ومعها جهاز الـ AR واللي هو جهاز بيسمح لك تشوف وتسمع أصوات وحركات الشخصيات اللي كانت على متن السفين الفضائية في الماضي الشخصيات ملعبين حقيقيين فقط ذكاء إصطناعي وطبعا جهاز الـ AR بيسمح لك تشوف كل شيء مثل الفيلم المسجل بحيث فينك تقدم وترجع وتعيش مع الشخصيات داخل الحدث بحيث أنك تعرف كل شيء صار بالماضي تمام أو حتى تتبع حركة الشخصيات نفسها حتى تعرف طريقك لإكمال المهمة أو حتى أنك تعرف شيء معين ما فينك تعرفه إلا من خلال التسجيلات مثل رمز الدخول لمنطقة معينة وهكذا كاتب القصص بفريق فول برايت بتحسوا بيكتب القصة كاملة مع السيناريو والحوارات كلها بنص ساعة فالقصة بتفتقر إلى كل عوامل نجاح القصص في عالم الألعاب فلا شخصيات مثيرة للإهتمام ولا تمثيل صوته مميز ولا مقاطع سينمائي ولا حتى قصة محبوكة بالشكل المطلوب وهالشيء مو غريب على المطور على فكرة فحتى كانت بنفس الأسلوب السيئة وبما أن القصة تروى عن طريق الاستكشاف فطبيعي تكون القصة سطحية جداً وما لها أي هدف تماماً مثل مشروعهم الأول طبعاً المطور عم يحاول يخليك تعيش تجربة الفضاء الخارجي لكن لا عن نفسه بروح بتفرج على فيلم وعلى فكرة أنا من عشاق الألعاب الروائية يعني أنا المفروض تشوف اللعبي أحسن من ما هي عليه لكن للأسف اللعبي كانت قصتها جداً سيئة وسطحية وعلى عكس القصة السيئة فالجيم بلاي باللعبي كان جيد جداً في كمية أشياء تسوية بالعالم مثل أنك تتحكم بحركة الشخصيات وتتفاعل معهم داخل الحدث وتحل الغاز تستكشف بعالم اللعبي أو جمع achievements إذا كنت مهتم بالachievements أو حتى تطير وتلعبك وتسلي حل الغاز بسيط وما فيه تعقيد بشكل عام كل اللي عليك تعمله أنك تلحق الشخصيات وتتبع حركتهم ورح تعرف غالباً تحل اللغز لأنه غالباً بيكون جداً سهل حركة الكاميرا غير سلسي ما بعرف شو مشكلة المطور المستقل مع حركة الكاميرا هان اللعبي slow-based game يعني المفروض تكون حركة الكاميرا أحسن من هيك لكن بشكل عام الجيم بلاي جميل وحلو وبسيط الجرافيكس باللعبي عبارة عن كابوس كمية مشاكل تقنية عندها القدرة أن تكرهك باللعبي تكرهك بالألعاب كلها تكرهك بحياتك يا رجل طبعاً ما فينا أحكي عن فيزيائية الحركة والأنيميشن وهالأشياء هاي لأنك لحالك باللعبي وما في حدي معك وحتى الشخصيات التانية اللي بتتفاعل معها عبارة عن ألوان متحركة فقط طبعاً المطور ملزم إلا أنه ينشر قذارته بكل لعبي بيطورها مع أنه ما عمل إلا لعبتين بس اللي شفناه بيغان هوم راح نرجع نشوفه مرة تانية بيتيكوما الفرق أنه بيغان هوم كان هو أساس القصة وحبكتها تبع الكاتب الخرافة تبعون لكن بيتيكوما فهو شي جانبي وثانوي وحتى يمكن ما تلاحظه أو ما تركز عليه كتير بشكل عام لعبة تيكوما بتستاهل أنك تلعبه لكن فقط بحال إجت للغولد أو الجيم باس أو بتخفيض أقل من خمسي دولار مع عدى ذلك اللعبة ما بتستحق تدفع فلوسك ووقتك عليها ممكن إذا اشتريت Xbox One X تجربها لأنه بتدعم 4K الحقيقي على الجهاز فممكن يكون دافع إلك أنك تلعب اللعبة كأوائل الألعاب اللي بتدعم الجهاز إذا كنت بدك تلعب لعبة روائية ففيناك تعوضها بأي لعبة أخرى مثل Firewatch أو Life Strange أو What Remains of Edith Finch أو حتى ألعاب Telltale لعبة على الأقل بتقدم لك قصة محترمة اللعبة قادمة أيضا للبلاي ستيشن 4 لكن ما في موعد إصدار محدد لكن إذا كنت رافع سقف توقعاتك فأبقول لك لا ترفعوا أبدا تقييم النهاء إلى لعبة Take Coma 4 من 10 أشكركم على المتابعة إلى اللقاء